احنا بنسمع كتير جداً علاقة سامة بنسمع كتير جداً الشخص ده نرجسي أو نرجسي بنسمع برضو عن الشخص ده توكسك كتير بنردد الحاجات دي ومش عارفين بالزبط ايه فنعرف كده بالزبط ده ايه وده ايه وده ايه طبعاً احنا في الفترة الأخيرة بدأت المصطلحات تطلع كتير احنا نكناش نسمع عن حاجة اسمها علاقة توكسك دي نكناش نسمع علاقات سامة نكناش نسمع عن الشخصير النارجسي بنسمع مثلاً حد عصبي حد نكيدي حد مش عارفة بالزبط لانه مش كل الناس عندها يعني عندها الثقافة دي بالزبط لكن لما السوavil Midea انتصر بشكل كبير جداً بقى ايه بقتل الاطلاع على المواضيع دي بشكل كبير جداً واصبحت الناس كتير كتير جداً بتتكلم على الشخصيات السامة والشخصير النارجسية تمام اللي انا حب اقوله ان علشان نتكلم على الشخصير النارجسية ده أولاً لازم يكون في ناس مختصة هي اللي تقدر بالزبط تحدد الشخصية النرجسية مش أي حد فيه مثلاً حاجة في شخصيته مش قد كده أو شايف نفسه شوية أو بيتعامل بأنانية شوية فنقول عليه خلاص شخص نرجسي لأن احنا نعرفين أو في الفترة برضو الأخيرة معظم العلاقات لما مثلاً بتنتهي انت سبتي ليه أو سبتها ليه لأ دي شخصية نرجسية علشان أصلاً تقيم إن الشخص اللي أصادق ده شخصية نرجسية بتحتاج مننا وقت طويل جداً وتحتاج ناس مختصة عشان تقدر تفهم بالزبط إيه شخصينا نرجسية هنتكلم مثلاً على علاقات التوكسيك العلاقات التوكسيك بتختلف من أشخاص لتانين العلاقات السامة برضو بتختلف من أشخاص لتانين لأن العلاقات مش سابتة ممكن فيه شيء انت حاضر تتقبلي أنا مش هتقبله ده بيرجع ليه اختلاف الطبوع ما بين الطرفين بالزبط إيه هي بيع العلاقة التوكسيك؟ أي علاقة هتسبب لك أزا أيا كان هو إيه حتى لو أنا شايف أن الأزا ده بالنسبة لي حاجة بسيطة أنت مثلاً بتحكي لي عن علاقتك مثلاً بشخص معين أو بوحدة صاحبتك فبتحكي أن هي مثلاً ممكن تكون بتضغطك نفسياً ممكن تكون دايماً لوامة ممكن تكون دايماً شكاية ممكن تكون دايماً عملة تشتكي في الظروف اللي حواليها دايماً محملكي ضغط فأنتي ممكن أكون أنا شايف الموضوع بالنسبة لي عادي عادي وهي الموضوع ما أفور معاها شوي بالزبط تمام فالعلاقة التوكسيك هي أي علاقة هتسبب لك جهد نفسي هتسبب لك أزا نفسي العلاقات التوكسيك علاقات كتير جداً وعلى فكرة اللي في ناس شايفها إن العلاقات التوكسيك دي ببقى أشخاص وحشين جداً وبينيني إن هو على فكرة فيه أوقات كتير إحنا بنبقى مع أشخاص بقى لنا سنين وسنين وما نعرفش إن إحنا في علاقة توكسيك بس لما نيجي نتكلم ونوضح الأمور تقول لا ده أنا عندي ده طيب هل أنا إنت بقى أنا عرف إن ده توكسيك الحاجات اللي قول أيوة ده كده ده كده بناء دم توكسيك أنا ممكن يكون ليه حنتكلم مثلاً عن صحابي حالب حنتكلم عن الصحابي مش حنتكلم علاقة بين رجل وست لا حنتكلم مثلاً عن صحابي أنا معي صاحب ليه دايماً شايف دايماً ينتقدني مهما وصل بي الأمر من نجاح دايماً بينتقد ينتقد إسلوبي ينتقد لبسي ينتقد تصرفاتي ينتقد نجاحاتي ده كده حقود شواء يقلل مني دايماً من وقت للتاني الشخص ده شكاي كل ما أقعد معاه يشتكي الظروف ويشتكي من أمور اللي حصلت وأنا حصل لي كزا طاقة سلبية غير طبعية لأ ومشاء الله دلوقتي الطاقة السلبية كترت قوي جتير جداً اللي هو أنا مجرب بس ما شوف رقمه على التليفون حيشتكي لي أكيد في حاجة كده دايماً فاكرك في الأوقات الوحشة لما يكون عنده أوقات هو الدنيا وتظروفه وحشة دايماً فاكرك فيها أوقاته الحلوة مش معاك من العلاقات البرد التوكسيك العلاقات السمة الشخص الاستغلالي اللي بيستغلك ممكن يستغلي اسمك يستغلك استغلك استغلال ماديك ممكن يستغلك في أن أنت دايماً متطلباته وأنت اللي بتسد هالو ممكن يستغلك عطفياً ده شخص برضو شخصية توكسيك